السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نادية عبدالسلام ودي قناتي لو أول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل جديد النهاردة هعمل معاكم تحلية سهلة وسريعة كلنا بنحبها وخاصة الأطفال هنقدمها كده بشكل بسيط وحلو وفي نفس الوقت شيك كده يخطف القلب وعين كل اللي يشوفها قبل ما يأكل منها يلا بينا نشوف الطريقة قبل ما نبدأ في عمل التحلية هنحضر كده الكسات أو الأطباق اللي هنصب فيها لازم تكون موصولة ونشفى قبل ما نبدأ في عمل التحلية معايا 3 كبيات كبار من اللبن أو الحليب هنزل بيهم كده في اللبانة أو في قصرولة في الحاجة اللي أنا هعمل فيها طبعا تقدروا تضعفوا قمية اللبن أو تقللوها على حسب أفراد الأسرة هضيف عليهم 3 معلق كبار من السكر يعني كل كباية من اللبن هتاخد معلقة جميلة من السكر وأرجع وأقولي التحلية هتبقى على حسب الرغبة ممكن تزودوا أو تقللوا عن كده وهضيف 3 معلق كبار من بودرة الكاسترد ده كاسترد دريم حلو جدا عن تجربة يعني أنا دايما باستخدمه يبقى كل كباية لبن هستخدم لها معلقة من السكر ومعلقة من بودر الكاسترد هقلب كل المكونات مع بعض بالشكل ده وبعد كده هرفعها على النار مع التقليب المستمر يبقى هدوب كل المكونات الأول على البارد وبعد كده هرفعها على النار وحفظ الأقلب لحد كده ما يبتدي يربط معي أنا النهارده اخترت كده وصفة سهلة وبسيطة وسريعة كده علشان بس أقدر أقف أصورها لأن أنا الفترة دي تعبانة جدا حرفيا مش قادر أعمل حاجة أو أصور فيديو جديد فاخترت الحاجة سهلة بسيطة كده بس لأنكم محشتوني علشان أبقى معاكم لأن وجودكم فارق في حياتي مش عارفة أنا كمان فارق في حياتكم ولا لأ ياريت كده دعوالي بالشفاء كده علشان بس أقدر أسترد صحتي وإن شاء الله أبقى معاكم خلاص كده ابتدى يربط معايا هرفع إيجي بس كده علشان أديله فرصة إنه يغلي خلاص كده هرفعه من على النار هكون محضرة الأقواب أو الكسات أو الأطباق اللي هقدمه فيها وزي ما اتفقنا تكون نشفة تماما من المياه هقلب القاسترد كده تقليبه علشان أهدي من حرارته علشان أحفظ على الكسات وهبتدي كده أصب القاسترد مش هاملة الكاس للآخر هسيب كده مسافة علشان الجارنش هسيبه يهدى كده وبعد كده هدخله على رفق التلاجة بعد طبعا مغطية علشان ما ياخدش من روايح الأكل اللي موجود في التلاجة هنا كده كان برد تماما أنا كنت عاملة من بالليل واسبته كده لحد الصبح ودلوقتي كده هطلع منه طبق هشيل بس من عليل اللي استريتش كده نبتجي كده نجمل الطبق مع بعض طبعا ممكن يتقدم زي ما هو كده أو تعمله جارنش بسيط زي ما أنا هعمل كده بس الجارنش ده بيتعمل قبل تقديمه على طول يعني ما ينفعش أعمله واركنه لو أنا عايزة يعني الباسكوت كده يكون يعني أحس كده بخرفشة الباسكوت ده باسكوت سادة قصرته كده كسر خيشن شوية كده وهضيفه كده على القسطرد دول كده قطعتين اتنين من الباسكوت زي ما أنتوا عارفين الباسكوت دلوقتي ما بقاش فيه أي حاجة فدول كده قطعتين من الباسكوت قصرتهم بالشكل ده وهنحط عليهم إيه كمان بقى هنحط فاكهة الفاكهة اللي موجودة واللي بتحبوها واللي بتفضلوها دلوقتي كده إحنا في موسم الموز والموز في الوقت ده طعمه حلو جدا وطبعا مغزي سواء للكبار أو للأطفال وكلنا بنحبه يعني نبتجي كده بقى نعمل جرنش بالموز أنا قطعت الموز حلقات بميل كده علشان تديني الشكل ده وزي انت بيها الطبق وبكده الطبق بقى جاهز ونقدر نقدمه على كده بس علشان يعني أولادنا يحبوا أكتر ممكن بس أجمله بسوس الفراولة الفراولة بتليق جدا مع الموز أو نستبدل سوس الفراولة بالشوكولاتة أو سوس الكرامل كمان من الحاجات اللي بتليق معها جدا ومعتقدش يعني هقدم لأولادي طبق بالشكل ده ويرفضوه تحلية سهلة سريعة حلوة جدا في الفطار أو تحلية بعد الغداء كمان حلوة جدا لو هنقدمها لأولادنا كده أثناء المذاكرة طبق مجبع ومغزي إن شاء الله يعجبهم ويعجبكم أنتو كمان ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو بشكركم جدا ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب بوستنوني خصفاق دي دهو باي باي ترجمة نانسي قنقر